بهادا الدرس رح شاركك بخمسة عشر موقع لكسب المال من الانترنت بعض هاي المواقع ممكن يعطيك دخل جانبي والبعض الاخر ممكن يعطيك دخل افضل من ذلك بكثير واحد هاي المواقع ممكن يعطيك دخل تقريبي بين الالفين الى السبعة الاف دولار كل هاي المواقع رح نطرحها داخل هاد الدرس لذلك تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيفكن اخواتي ان شاء الله بخير الله يسعد لي اوقاتكم يا رب وان شاء الله دوم بتكونوا بصحة وعافية معكم على الحسن من قناتنا اونلاين بزنس مايند بهذا الدرس اخواتي رح نطرح خمسة عشر موقع للعمل عبر الانترنت بعض هاي المواقع بتعطيك دخل جانبي والبعض الاخر بناء على عملك طبعا ممكن يتحول هذا الدخل الجانبي الى دخل رئيسي تمام احد الطلبات بالدرس السابق كانت من الاخ الكريم اياد واللي كان يطلب فيها موقع صادق للربح من الاستبيانات او الاعلانات يا ريت تعملنا حلقة انه انا حصت حلقة من حلقاتك السابقة بقول على موقع للربح من الاستبيانات ولكن انا مقيم بالسعودية والظاهر ما في طلب على الاستبيانات بالمنطقة العربية يعني كل اسبوع بحصة الاستبيان والمبلغ زهيد جدا فيورجى اخذ المنطقة بعين الاعتبار لو بخبرتك تعرف موقع موجه لمنطقتنا العربية هلأ بالنسبة ان اخواتي مثل ما انا راح نطرح 15 موقع بالنسبة لهي القناة اخواتي بشاهدة اشخاص من مختلف بلاد العالم فمن الصعب جدا اني شوف كل موقع يعني اذا يعني مناسب لكل بلد من البلاد ولذلك انا بطرح هاي المواقع انتوا توجهوا الى هاي المواقع وشوفوا التفاصيل واذا بتكن تتأكدوا بامكانكم تتواصلوا مع دعم هاي المواقع مباشرة تمام نحن بفضل رب العالمين كل جمعة بنزل درس بامكانكم بنفس الوقت اذا بتكن تراجعوا عنا القناة اضغطوا على الفيديوهات اخواتي في عنا الكثير من الدروس بمجالات مختلفة التجارة الالكترونية التسويق بالعمولة بنفس الوقت الكثير من الدروس بخصوص العمل والربح من الانترنت وايضا مجال تصميم المواقع والسوشال ميديا بشكل عام والكثير من الدروس اللي ممكن تستفيدوا منها بإذن الله بإمكانكم تشايكوا على القناة وتشوفوا الدروس المتاحة بالبداية اخواتي بدي منكم تدعموا هذا الفيديو بزر اللايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين الى الان وفعلوا زر الجرس لتوصلكم جميع الدروس الجديدة من القناة خلينا نبدأ هذا الدرس ونقول بسم الله بالنسبة للموقع الاول واللي هو الكوبونشيف طبعا هذا الموقع لقيته من خلال البحث واللي فكرته هي بسيطة جدا انك ترفع كوبونات على هذا الموقع شو يعني ترفع كوبونات متل ما اننا شايفين اخواتي اذا بننزل لهون كاتبيننا بإمكاننا ننضم الى طبعا البرنامج الخاص فيهم واللي هي ال got deals get babe بمعنى انا لما شوف كوبون على سبيل المثال خلينا نقول بمنصة امازون امازون عندها عروض معينة على سلعة من السلعة فأنا باخد الكوبون هذا بيأتي على هذا الموقع بفتح حساب طبعا بهذا الموقع وبرفع الكوبون على هذا الموقع وبالتالي كل كوبون يتم استخدامه من قبل زوار هذا الموقع فأنت بيطلع لك 2% من المبيعات من الكوبون الخاص فيك تمام وأم يقول لك هن دفعوا مليون وتلاتمية الف دولار للأعضاء الخاصين طبعا بهذا الموقع وبالتالي بإمكانك تضغط على learn more لتتعلم اكثر او لتاخد المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وتسجل وتبلش ترفع كوبونات هذا الأمر يعني بشكل بسيط بنشوف نحن في عروض معينة ممكن تكون مثلا للبلاك الفرايدين ممكن للشهر القادم ممكن عروض للصيف في كتير من العروض اللي بتانشئ طبعا المواقع وبالتالي بإمكانك تاخد هاي الكوبونات وترفع وهذا الأمر بكل بساطة مثل ما نشافين إذا بنضغط هلا هون راح ياخذني إلى الصفحة التالية اللي فيه المزيد من التفاصيل فبتسجل اسمك اسمك التاني إيميلك يعني المعلومات الأساسية وأيضا بإمكانك طبعا تشوف المزيد من التفاصيل في حال بدك تعرف على المزيد من التفاصيل في عنا هون الأسئلة والإجابات بتضغط عليها وأيضا بتقرأ طبعا الموضوع اللي انت بالدكية تمام أخواتي بعض هاي المواقع أنا هلأ شفت من خلال البحث طبعا وما جربت بشكل شخصي ولكن حتى انتوا تستفيدوا منها إذا عنكن اهتمام شوفوا هاي المواقع وراجعوها وعملوا لتست تمام الموقع رقم اثنين أخواتي واللي هو التكست بروكر بهذا الموقع أخواتي نحن إذا بدنا محتوى بنتوجه لهذا الموقع بشكل عام إذا بدنا مثلا مقالات إذا بدنا مثلا كتابة لموضوع معين فرح اللحظ هون في عندهم كاتبين متخصصين بذلك ولكن نحن بهذا الدرس اللي أم نتعلم كيف ممكن نحن نكسب المال من هاي المواقع فبإمكاني أنا أنضم لهذا الموقع ككاتب محتوى يعني اليوم إذا أنت عندك مهارة الكتابة أو متقن للغة معينة بتقدر تكتب فيها بإمكانك تتوجه إلى الخيار الثاني واللي هو آي رايت كونتنت وبإمكانك تضغط علي فبإمكانك تقرى جميع التفاصيل الموجودة هون واللي بيقل لك بإمكانك تنضم مجانا وتكتب مقابل كاش أو مقابل أجرى تمام فبإمكانك تقرى جميع هاي التفاصيل وبنفس الوقت إذا بدي روح أنا مثلا على بيمنت فرح يأخذني إلى الصفحة التالية حتى تقدر تاخد فكرة كيف ممكن تكسب أيضا في حال بدك تكتب مثل ما أنا شايفين هون حسب الريتنج نجمتين 3 نجوم طبعا هذا بيتدرج خلينا نقول من المستوى المبتدأ خلينا نقول إلى الإكسبرت إلى طبعا المستوى الخبير بالكتابة ورح نلاحظ كيف ممكن تأخذ على الكلمة تمام وبالتالي بإمكانك تراجع هاي المعلومات وأيضا بنفس الوقت في عنا حاسب هون بالنسبة للكواليتي مثلا إذا كواليتي الكتاب الخاصة فيك نجمتين فللألف كلمة أنت بيطلع لك 7 دولار فإذا كنت مثلا أربع نجوم بيطلع لك 14 دولار وخمس نجوم واللي هو الإكسبرت يعني الكتاب الممتازة يعني فبيطلع 50 دولار والأمر طبعا يقاصح على عدد الكلمات اللي أنت بتكتبها فإذا بدك تكتب مقالة مثلا خلينا نقول بحدود العشرة ألاف فإنت بيطلع لك 500 دولار إذا كنت مثل ما بنقول محترف بالكتابة إذن المزيد من التفاصيل إخواتي أيضا بتلاقوها داخل هذا الموقع بإمكانكم تقرأوا وتستفيدوا منا جميع الروابط رح ترككم إياها برابط التدوينة بصندوق الوصف أسفل الفيديو الموقع رقم 3 إخواتي واللي هو اسمه يوزر لتكس من خلال هذا الموقع نحن بنقدر ننضم كأشخاص بيعملوا تست للمواقع الإلكترونية أو الموبايل أبس بحيث نحن نشوف تجربة المستخدم هل هي جيدة هل يمكن تحسينها بمعنى بعض الشركات خلينا نقول بتقدم مواقعها أو الموبايل أبس الخاصة فيها بحيث الأشخاص يعملوا لها تجربة وبالتالي بيعملوا لهم فيدباك هل في أخطاء بالموقع أو بالموبايل أب هل في أمور ممكن نحسنها هل التجربة سهلة هل التجربة صعبة هل في روكمنديشن معينة وبالتالي لما تعمل هذا التست لهذه المواقع وتعطي رأيك ويتم الموافقة طبعا على الاختبارات اللي انت ساويت لهذا الموقع أو الموبايل أب فيتم الدفع إليك مقابل وبالتالي نحن بنتوجه إخواتي إلى تستر ساين أب أنت تدخل لأنك كشخص بده يعمل تست لهذه المواقع والموبايل أبس مثل ما أنا شايفين إخواتي أعملوا لك get paid to test websites and apps تمام مثل ما أنا شايفين هون أيضا get paid via paypal بمجرد الموافقة على نتائج الاختبارات اللي انت ساويتها مثلا للويب سايت أو للأب فمن الممكن أنه يتم الدفع لك مقابل البروجيكت خمسة دولار أو عشرة دولار خمسة عشر دولار أو عشرين دولار أو مبالغ تانية بعض المشاريع التانية ممكن يدفع لك ما يقارب التسعين دولار بإمكانك تقرأ المزيد من التفاصيل ضمن هذا الموقع وتاخد فكرة أفضل بإمكانك تسجل من الناحية التالية رح نشغل هذا الفيديو مشان يكون شي بسيط بالنسبة لكم طبعا مدته ثلاثين ثانية تمام أخواتي إذن هذا الموضوع بشكل مبسط بإمكانك تار المزيد من التفاصيل أيضا داخل هذا الموقع الموقع رقم أربعة أخواتي واللي هو اليوزر تستينج أيضا عنده فكرة مشابهة هذا الموقع من خلاله أنت بتقدر تعمل تست للمنتجات وبالتالي بيتم دفع مبلغ معين مقابل طبعا خلينا نقول الفيدباك أو الركومنديشن اللي أنت بتقدمه بعد ما تعمل فحص مثلا لموقع أو لمنتج معين خلينا نشاهد الفيديو بشكل سريح حتى ناخد فكرة أولى شايفين ما أنا شايفين هنا أخواتي أم يشوف كأنه في خطأ فهو حاطت بده قطعة واحدة فطالع له فوق اثنين تمام شايفين أخواتي فهذا هي نوع من الأخطاء بتلاقوه بالمواقع فبإمكانكم تنبهوا طبعا أصحاب هاي المواقع أو الشركة الخاصة بهذا الموقع أن هون في خطأ وبالتالي انت بتعمل ريفيو وممكن تقدم ركومنديشن وبتقلهم كيف كانت تجربتك كمستخدم ضمن الموقع أو للمنتج الخاص فيهم وهكذا وبالتالي انت بتم الدفع إلك طبعا مقابل هذا الأمر من خلال هذا الموقع كيف رح ينساوي هذا الشيء رح نتوجه على شيء اسمه get paid to test رح نضغط عليها فبيوجهنا إلى الصفحة التالية من خلال هذه الصفحة بإلا get paid to share your perspective with global brands فبداك هون تحط إيميل لك وهون بداك تقرأ طبعا الشروط الخاصة فيهم وإذا بداك تشغل معهم بداك توافق على هذا الأمر يعني تنزل تحت كيف يشتغل هذا الموضوع بدك تقدم الطلب تعمل browse test وتكسب الأموال مثل ما أنا شايفين هون بيقلك تكسب 4$ لكل 5 دقيقة test و 10$ لكل 20 دقيقة تست وبين 30$ إلى 120$ for live interviews يعني مقابلة مباشرة طبعا بإمكانكم تقرأ المزيد من التفاصيل حول هذا الموقع وأيضا بالنسبة للأسئلة والإجابات بإمكانكم أخواتي كله وتراجعوا وتفهموا طبيعة هذا الموقع إذا حابين طبعا تقدموا كأشخاص بتكون تعملوا اختبارات للمنتجات الموجودة داخل تمام الموقع الرقم خمسة أخواتي واللي هو موقع اليوتيوب اللي أنت متشاهدني عليه حاليا من خلال موقع اليوتيوب بإمكانك تأنشئ قناة مجانية وتنشر المحتوى الخاص فيه عن النيشي اللي أنت طبعا مهتم فيه سواء كان الميوزيك سواء كان الألعاب الأخبار تعليم الرياضة أي أن كان بإمكانك تنشئ قناة مجانية وتبلش تنشر محتوى نعم في صعوبات بهذا المجال بدك ألف مشترك وأربعة آلاف ساعة ولكن الموضوع بده استمرارية وبده جهد وانتظام ومن الممكن تتحول قناة اليوتيوب من قناة صغيرة أو بتعطيك دخل الجزء إلى قناة ممكن تعطيك دخل محترم جدا الموقع الرقم ستة واللي هو موقع شير أسيل من خلال هذا الموقع بإمكانك تنضم إلى هاي الشبكة كأفيلية وتسجل كأفيلية وتبلش تسوق منتجات من خلال هاي الشبكة وبالتالي إذا ما بتعرف ما يعني التسويق بالعمولة هي أنك تبيع منتج تابع لشركة ثانية مقابل عمولة أنت بتحصل عليها وبالتالي أنت مانك بحاجة لا تشتري هاي المنتجات ولا أنك تستورد هاي المنتجات وإنما بيكون عندك رابط خاص فعلى سبيل المثال هذا المايك منتج من المنتجات هاي فبيكون عندك بالداشبورد رابط لهذا المايك فأنت بتأخذ هذا الرابط وبتسوق الرابط الخاص فيه سواء على جروبات الفيسبوك على سبيل المثال بقناتك على يوتيوب أو ممكن على طبعا أحد وسائل السوشال ميديا الخاصة فيك يجري شخص من الأشخاص مهتم بشراء هذا المايك ضغط على الرابط توجه إلى صفحة هذا المايك واشتراه فهون أنت بيطلع لك نسبة عمولة إذا حابت تعلم أكثر عن موضوع التسويق بالعمولة واللي هو واحد من أقوى مجالات العمل اللي عبر الإنترنت اليوم بإمكانك تراجع سلسلة تدريب النخبة اللي رح تظهر هلا وبإمكانك أيضا تشوفه بصندوق الوصف أسفل الفيديو رابط سلسلة تدريب النخبة لإحتراف التسويق بالعمولة بإمكانك تشوف هاي الفيديوهات وتأخذ فكرة أفضل عن مجال التسويق بالعمولة تمام إخواتي أيضا من الشبكات القوية بهذا المجال واللي هو الموقع رقم 7 واللي هو الكليك بنك أيضا من خلال هذا الموقع بإمكانك تسوق للكثير من المنتجات الموجودة داخل هذا الموقع شوف شو المنتجات اللي أنت بدك تسوقها حسب الاختصاص الخاص فيك وتضغط على بروموت وبيطلع لك لينك بتاخده وبتبلش تسوقه وبالتالي كل عملية مبيع بتجي من خلال الروابط الخاصة فيك انت بيكون إلك نسبة عمولة بناء على المنتج وبناء على المعلومات اللي بيعطوك إياها إديش ممكن يطلع لك عمولة من كل منتج من المنتجات تمام إخواتي الموقع رقم 8 واللي هو موقع رف طبعا هذا الموقع من مواقع تقديم الخدمات من أهم الخدمات اللي بيقدمها هو تحويل الأوديو والفيديو إلى تكست إلى نصوص بمعنى بإمكانك أنت إذا بتشتغل بهذا الموقع أي ملف صوتي تحوله إلى كتابة تكتبوا كتابة أيضا فيناك تعمل كبشن للفيديوهات بحيث الشخص اللي أم يتكلم بالفيديو يظهر الكلام اللي أم يحكي بشكل كتابي داخل الفيديو وأيضا في عندك ترجمة السبتائتلز تمام مثل ما أنا شايفين هاي الخدمات بتكلف 1.25 دولار على الديقة وأيضا هاي الخدمة رقم 3 بين 3 إلى 7 دولار طبعا عندهم خدمات أيضا بأعتقد أكثر من ذلك بإمكانك تضغط على view all services إذا حابب تاخد فكرة أفضل تمام إذا بدي أضغط مثلا على الخدمة رقم 3 والتي هي ترجمة السبتائتل راح نلاحظ أنه على سبيل المثال جملة بترجمات متعددة وأيضا بين اللغات مثل ما أنا شايفين في عندنا اللغة العربية هون 3 دولار على الديقة طيب كيف نحن ممكن ننضم إلى هذا الموقع راح ننزل إلى نهاية الموقع ورح نضغط على فريلانسرز ومن خلال طبعا هذه الصفحة أنا بنزل وبشوف شو هي الخدمة اللي ممكن قدمها فإذا بدأك تأخذ مثلا الخدمة الأولى فبدأك تشوف شو تفاصيل اللي أنت بدأك تساوي بالخدمة مثل أنك تستمع إلى الصوت أو الفيديو وتكتب مثلا شو اللي سمعته بدقة إلى آخره بتشوف التفاصيل بشكل دقيق حسب الخدمة اللي أنت بدأك تقدمها تضغط على learn more على سبيل المثال هذه الخدمة تقرى التفاصيل كلها اللي شايفة قدامك وبتنزل إلى طبعا sign up now وبتمم عملية التسجيل تمام أخواتي إذن هاي بالنسبة للموقع رقم 8 الموقع رقم 9 في حال بدأك تحصل على جوائز أيضا مقابل أنك تشاهد فيديوهات أو تعمل بعض التاسكس المهام فبإمكانك تشوف موقع game رح تركوكم أخواتي جميع الروابط برابط التدوينة مثل ما أنا شايفين بإمكانكم تورو المزيد من التفاصيل حول هذا الموقع وتشوفوا شو هي المهام اللي ممكن تنجزوها داخله مقابل الحصول طبعا على جوائز معينة أيضا موقع مشابه واللي هو الموقع رقم 10 واللي هو الجي جي تو يو بإمكانك تكسب جوائز مقابل أنك تعمل استطلاعات تلعب ألعاب وتشوف الفيديو وأيضا أم يقول لك بإمكانك تحصل على 1$ sign up bonus تمام فبإمكانك تقرى المزيد من التفاصيل وتشوف الأسئلة والإجابات كاملة في حال بدك مثل ما بنقول تأخذ معلومات أكثر حول هذا الموقع الموقع رقم 11 واللي هو جيست أنصر من خلال هذا الموقع أنت بإمكانك تحقق دخل محترم واللي هو الموقع طبعا اللي قلتلكم عليه ببداية الفيديو اللي ممكن يوصل يعني كسبك من خلال هذا الموقع إلى 7000 دولار المفترض أخواتي حسب قراءتي الأولية لهذا الموقع أنك تكون متخصص بمجالك تكون خبير بالمجال وانت بتجاوب على الأسئلة اللي بيطرحوا الناس مثل ما أننا شايفين يعني هذا الموقع خلينا نقول ممكن يكون مناسب للمحامين للدكاترا للطبعا التقنيين اللي عندهم معرفة تقنية بشي معين أيضا الكهربائيين إلى آخرين تمام فبإمكانك تقرأ المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نحن حتى ننضم كأكسبرت طبعا لهذا الموقع بدنا ننزل إلى نهاية الموقع مثل ما أننا شايفين هنا الريتنج جيد جدا فرح نضغط على become an expert تمام بضغط عليها فرح يأخذني هلا إلى الصفحة التالية بحيث طبعا ملي الفورم التالية مثل ما أننا شايفين أم يقول لك اكسب وسطيا بين 2000 دولار إلى 7000 دولار شهريا تمام واللي هي أنك تجاوب على الأسئلة بمجالك اللي أنت متخصص فيه online تمام أخواتي فإذا بننزل لتحت شوية رح نلاحظ مثل ما أننا محامين أطباء مثلا تقنيين إلى آخر يعني متخصص بمجالك تمام فتملي الفورم التالية وتضغط على next وبتشوف شو المتطلبات حتى أنت تسجل بنصح بقراءة المزيد من التفاصيل بهذا الموقع حتى تاخدوا فكرة أفضل وتشوفوا هاي الأسئلة والإجابات عليها في حال كان عنكن أي أسئلة إضافية دائما بإمكانكم تتواصلوا مع الدعم حتى تستفسروا أكثر تمام الموقع رقم 12 واللي هو translate.com هذا الموقع متخصص بمجال الترجمة فإذا شفت نفسك مترجم متمكن بإمكانك تلقي نظرة على هذا الموقع ورح الله أخواتي في عنا اللغة العربية من بينها اللغات الإنجليزية الألمانية والعديد من اللغات اللي ممكن تراجعوها بإمكانكم تشوفوا المزيد من التفاصيل طبعا داخل هذا الموقع وأيضا تراجعوا الأسئلة والإجابات الموجودة أيضا ضمن هذا الموقع في حال بدك تنضم كمترجم للموقع التالي بإمكانك تنزل إلى نهاية الصفحة وتضغط على become a translator فتنتقل إلى الصفحة التالية وتضغط على become a translator وبتتمم عملية التسجيل تمام ولكن أنا بنصح دائما أخواتي تأخذوا فكرة أكبر عن المعلومات المطروحة داخل هذا الموقع وفي حال في شيء منكم فهمانينه حبة ذا تتواصلوا مع الدعم لتستوضحوا عن الموضوع تمام إذن هذه بالنسبة للمترجمين أو اللي عندهم القدرة للترجمة بشكل يعني خلينا نقول احترافي تمام بالنسبة للموقع اللي بعده واللي هو الموقع رقم 13 أخواتي واللي هو موقع فيفر طبعا موقع فيفر كان له درس خاص لدينا بإمكانكم تراجعوا هذا الدرس من النحية التالية إذا حابب تعمل طبعا خدمة على هذا الموقع هذا الموقع أخواتي من مواقع تقديم الخدمات فاليوم إذا عندك على سبيل المثال مهارة بتقديم خدمة على سبيل المثال بمجال الفيديو بمجال السوشال ميديا بمجال تصميم المواقع بمجال 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 الترجمة أيضا والعديد من المجالات أو الخدمات اللي ممكن تطرحها ضمن هذا الموقع مقابل طبعا مادي فعلى سبيل المثال الديجيتال ماركتينج إذا بروح علي رح لحظ في الكثير والكثير من عفوا فرح لحظ الكثير والكثير من الأقسام خلينا نقول السوشال ميديا ماركتينج على سبيل المثال فرح لحظ العديد من الخدمات اللي رح تكون ظهرة بيتدرج سعره مثلا من الخمسة دولار ونحن طالعين أكثر يعني عشرين ثلاثين أربعين إلى آخره كل شخص من هذول المستقلين ممكن يقدم خدمة تتميز عن الآخر فبإمكانك تراجع أي خدمة من الخدمات تقرأ تفاصيلها ترى ما يقدموها وتستفيد من هذه الطريقة بإنشاء بروفايل خاص فيك بإمكانك تراجع الدرس التالي حكينا كيف ممكن نعمل خدمة على منصة الفايفر وبالتالي تصير تقدم خدمات مقابل مادي مثل ما أنا شايفين في عنا ثلاث حزم لهذه الخدمات وبأسعار مختلفة تمام أخواتي الموقع رقم 14 واللي هو task report من خلال هذا الموقع بإمكانك إذا كان عندك خبرة أو معرف تمديد الكهرباء مثلا بالصحية أو أنت متخصص بهذا الموضوع فبإمكانك تعمل الخدمات طبعا لتأدية هذا الأمر بمقابل مادي مثل ما أنا شايفين هذا البروجيكت مثلا من 41 إلى 113 دولار هذا من 37 إلى 86 دولار وهكذا تمام فبإمكانك تنضم لهذا الموقع وتطرح الخدمات التي تستطيع تساوي مثل ما أنا شايفين أن هذا الموقع متاح بعدة بلاد ما في ولا بلاد عربي منهم ولكن الكثير من العرب الموجودين بالاتحاد الأوروبي بالولايات المتحدة يعني بشتى بلاد العالم مثل ما نرى هنا أميئين أنه بإمكانك تتوجه إلى task robot d.e والتي هي المنصة الخاصة بألمانيا مثل ما نرى صارت اللغة ألمانية فبإمكانكم في حال عنكم هذا النوع من المهار وحبين تكسبوا مقابل أداء فبإمكانكم تراجعوا هذا الموقع وتشوفوا إذا حبين تقدموا هذه الخدمة ضمن هذا الموقع وتمشوا بعملية التسجيل يبدو أنه من المواقع المعروفة وأيضا عنده تطبيق على Google Play والApp Store بإمكانكم تشاهدوا على هذا الموقع إذا حبين تقدموا هذا النوع من الخدمة الموقع رقم 15 وهو الموقع الأخير بهذا الدرس أخواتي واللي هو Amazon Kindle من خلال هذا الموقع أنت بتقدر تنشئ كتب بشكل إلكتروني وتبيع على منصة Amazon بإمكانك تقرأ المزيد من التفاصيل حول المعلومات وممكن تربح من خلال بيع هذه الكتب على منصة Amazon من الناحية التالية جميع الروابط أخواتي ستركلكون إياها بروابط التدوين بصندوق الوصف أسفل الفيديو بنفس الوقت بإمكانك تراجع الدرس التالي اللي رح يظهر على الشاشة حكينا عن موضوع نشر الكتب على منصة Amazon إذا تأخذ فكرة أفضل حول هذا الموضوع تابع هذا الدرس وصلنا لإنهاية هذا الدرس إخواتي إذا استخدمت أحد هاي المواقع واستفدتوا منها بتمنى ترجعوا على هذا الفيديو وتكتبونا بالتعليقات لأن هذا الأمر رح يسعدني جدا وصلنا لإنهاية هذا الدرس بتمنى أخواتي ما تنسونا من دعم هذا الفيديو بزر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وإذا شفتوا هذا الفيديو مفيد وممكن يفيد ناس تانيين أخواتي بتمنى تشاركوا هذا الفيديو بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة فيكم بإمكانكم أخواتي دائما تشاركوا هذا الفيديو من خلال زر المشاركة خدوا هذا الرابط وشاركوا بوسائل التواصل الاجتماعي هذا الأمر رح يكون دعم كبير جدا بالنسبة لقناتنا بنفس الوقت بإمكانك ترجع إلى جميع الدروس الموجودة بالقناة وتحضر الدروس وتستفيد منها بتمنى لكم التوفيق من القلب كان معكم علاء الحسن من قناتنا وجمعا باركة علينا وعليكم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى